السلام عليكم. ندخلوا مباشرة في الموضوع. سعر العدسة هذه ١٠٠ دولار و ١٩٩ أورو في آلي إكس برس. مخصصة لكاميرات ميروليس APS-C فيجي فيل مولا تاع سوني ولا حتى تاع نيكون. خدمتها شركة مايكي. فيها ٥٥ ميلي متر و ١.٤ فتحة العدسة بالأوتوفوكس. ديك النعمة. وفي الفيديو اليوم راح نشوفوا الكواليتي في العموم. يعني نديروا شاربنستست. ونزيدوا نشوفوا الـ Auto Focus Performance خاصة في الفيديو. لكن قبل أن ندخلوا لهذه التجارب. لا أريد أن أرى لكم شوية فيديوات وتصاور درتهم بهذه العدسة. وفي نفس الوقت نحضر على ميزات عدو أخرين لهذه العدسة. مثلا ١٠٨٨ غرام. تسمى خفيفة بل بزاف. فيها ٦.١ سنتيمتر. عجبتني كيف هي هذه القفلات تاع السويتش. من الـ Auto Focus إلى الـ Auto Focus. وهذا كالرنج تاع التركيز اليدوي. مانيويل فوكس. عجبني خطر بزاف سموت. وتقدر تدير بريسايس فوكس. تروبيكالي زي. دروا الـ Weather Ceiling. هذك الكاويتشو. ذيك النعمة. وزيد USB-C. باش تدير firmware update. وانا ما درت لها حتى firmware update. والفيديوات هادو ما واتصاور اللي درتهم به. قع 1.4 وزيد بالـ Auto Focus. وفيما يخص Auto Focus Performance. نقدر نقول باللي متواضعة هاد العدسة. على خاطر. كي نحيتها من العلبة. ودخلتها في فيجي في XH 2. ما كانش الـ Auto Focus سالس وزبادي. من الأول. كان لازم حتى. وانا نتحكم في بعض الاعدادات. السرعة والحساسيات على Auto Focus في الكاميرا. بعد ما تحكمت فيهم. راكم تشوفو كيفاش الـ Result. راكم تشوفو نخرج ندخل. تحسو بلي شوية تقيل. بس احكي يحكم في الـ Subject. يحكم لا باس. ما كانش هذيك شغل كما انا موارف نقول لكم. بزاف الـ Auto Focus. بس احكي لو كان قارنوا الـ Auto Focus مع عدسة. شغل الـ Native في جيفين. هادوك جدد. هادوك خير شوية منه. بصح نطبات. صراحة شغل نستعملو normal. هادوك احنا يو. استعملتو شوية في الدرعة في هذه اللقطة. داخل في الـ Indoor. نورمال. هاكم تشوفو انتوما الـ background يتحرك بزاف ولا. اسمو لا باس. توك نوريلكم شارب نستة هاد العدسة. في الوسط في فتحة عدسة 1.4. لا باس كان تفاصيل. وشنو الـ Contrast ناقص شوية. اسمو لازم حتى تغلق شوية فتحة العدسة. يبدأ يتسجم شوية الـ Contrast. كي مادوك راني في 1.8. وفي F2. يتسجم كانت الـ Contrast وتزيد شوية sharpness. وهدك sharpness تقعد غير تزيد كي مادوك هنا 2.8. وفي F4. وشغل peak sharpness. ناقص داخلتي. هذه كانت F5.6. شارب كانت بزاف. بس احفي 1.4 في الوسط. لا باس شارب هاد اللانس. يعني شارب حبيقول حدة الصورة طالعة. بارك الـ Contrast ناقص شوية. وربما شوية كروماتيك أبيريشن. بشي بزاف. منذ كان نروحو. نشوفو حدة الصورة. في الأطراف. الله يبارك خوتي شارب. شارب شارب. وشنو كان هنا الكروماتيك أبيريشن. يبانو كتر في الطرف. يبانو على الوسط كتر. الحاجة اللي حيارتني. كي تغلق في تحت العدسة. ما تزيتش بزاف شارب نسم. وهذه واحد فاصل ثمانية. شو اللي حسيت بلي نقصة شارب نسم في واحد فاصل ثمانية. هي الأكس كان لازم تزيت شوية. بلا كان حركت الكاميرا. والله ما على بالي. هادي قانيت F2. وهادي F2.8. ومعدها F4. في F4. شارب نسم بزاف مليا. حتى هاد اللانسة دا. حتى في الأطراف. بصح في العموم. لا بس. لا بس. نوت باد. موش رايكم. وفيما يخص الفلار. كي ما راكم تشوفوا في هاد الفيديو خرد شوية. بشتو كيفاش. بصح لو كان زي ما نوري لكم فيديو وعد اخرى. ما خردش بزاف. كي ما هادية. ما فهمتو عاليا. بصح في العموم. يتحكم في الأشعة هادك الزايدة بزاف. كيتقابلها. وفيما يخص الأوتو فوكيس اريا. اللي هو الباكراوند. كي يكون فلو. هادي كل واحدو الدوق تاعو. كي ما موارف نقول لكم. انا بان لي. ملاح. وحاجة اللي ما عجبتنيش في هاد اللانس. هي الفيلينك تاعو. اللي هي تشيب. هي بان شغل بلاستيك. ماشي صحيح بزاف بزاف. لكن كي مجام خدوم بالبلاستيك. اللانس هادا يخفيف. وفي العموم. عجبني اللانس هادا يو. ماشي دباست. صح ملاح. خاصة كي تقارن مع عدسات والداخرين. من الثورت بارتي لانز. كي ما فيلتروكس والله. تلقاهم شوية غالين على هاد اللانس. وانتو ما قولوا لي وش رايكم. وهدي هي يو. وسلام عليكم. كي ما في ml. içer peg أمشيش الى ق from 10 grit lagi خاصة كي ما في عقل مجب roasting. wtedy قلوا اللانسة ويذكر جاءة و replicated. من فزنهم خاصة كهم حيائلين على هاد اللانسة. مال باسخص nuestrasعجو Arts. حيائلين على هدا الأعجر عمل وصوله. شكرا